هذا سيفيليا يعني تحسن العدالة تحسن أنا سيشوفه تحسن نوعا ما صحيح في الأمور الدفاعية تقريبا أفضل يحتاج حتى الأمور للتحولات الهجومية كان جيد فيها اليوم نوعا ما لكن يحتاج لزيادة ولكن منافس صعب شوي للولي أعتقد الزيادة العددية بالوليد اليوم لو استغلها العدالة بطريقة أفضل خصوصا في التحولات الهجومية رح يكون أخطر أكثر على الهلال لأنه كان في بعض الكرات اللي تعامل معها العدالة كان ممكن أنه يوصل بشكل أفضل كان في بطء من المهاجمين اللي معاهم ما كان فيه سرعة في الارتداد ميشيل مهم للهلال في هذه الفترة في الجانب الفردي شوف ميشيل من اللاعبين اللي في الحل الفردي موجود ميشيل يعني الفرق اللي أو المنافسين اللي يلعب بالتنظيم هذا والتكتل أحيانا تحتاج لها بجريء ميزة ميشيل الجرعة اللي فيه الجرعة اللي فيه لحل الفردي واحد ضد واحد دايما ما يدخل الثمنتعش يخلي المدافع بين أنه يرتكب خطة داخل الثمنتعش أو المهارة الفردية لكن المشكلة اللي في ميشيل عنده حلول فردية يعني أنه واحد ضد واحد ولكن أنا أعتقد أنه بطيء في اتخاذ القرار يعني ما يتخذ لك القرار في الوقت المناسب يعني يأخر الكورة كثير أوكي ممكن يروح من اللاعب لعبين ولكن ما يتخذ القرار السريع اللي ممكن يريحه ويكون إيجابي أكثر وميشيل ينتظر ببراية الاتحاد بس أنا هذا وجهة نظري لا ينتظر ببراية المشاهد مع الاتحاد ولكن تلاحظ أنت كثير كثير من المباريات أو المستوى اللي قدمه الحلول فردية ولكن في اتخاذ للقرار ما أعتقد أنه من إيجابي كثير